الكهربائية الإلكترونية كيف يمكن إقناع كبريات المركات العالمية سيد زايد للاستثمار في الجزائر هي الإقناع بصفة عامية السوق هو ليقنع يعني السوق هو ليقنع ولهذا نحتاج الجزائر عن السياسة الجديدة حاليا نسعى إلى التطوير إلى جلب المصنعين الحقيقيين وذكر في عدة مناسبات أن هناك يعني محادثات وتشاورات مع المركات العالمية نحن الآن نود أن يكون النقاش يكون مع المركات العالمية وهذا لا يمنع أنه تكون شراكة مع الخواص والمركات العالمية أن يكون يعني منها يعني الالتزام الالتزام أنه يكون تحويل تكنولوجي يعني ما يكونش توليد واستيراد السيارة فقط ولا العتد الميكانيكي الآخر ولهذا تكون المرافقة من جانب المستثمرين يكون توطين للصناعة في الداخل العام يكون توطين ويكون خاصة منولة منولة لأنه في مجال الميكانيك هو الأغلب يعني العائق الأكثر أنه عدم وجود نسيج صناعي يرافق الصناعة ويشارك في المناولة نعم هل نحن نركز كثيرا على نسبة الاندماج ولكن هل يجب في حين نغفر ربما أن القيمة المضافة يجب تركيز على القيمة المضافة أكثر من قيمة الإدماج لتحقيق النمو في الاقتصاد الموطني نعم والإدماج شكل عائق في السنوات الماضية لأنه الإدماج كان إدماج مالي يعني يكون يتم حسابته بطريقة مالية وهذا غير مجدد لأنه ممكن يكون في الوقت الحالي عندما نكون حساب نسبة الإدماج تكون نسبة مثلا قيمة الدينار تكون قيمة معينة بعد ثلاثة شهر أربعة شهر يكون تغيير في الأسعار النسبة تتغير ولكن ارتأينا حاليا إلى وضع سياسة جديدة وهي الإدماج الفعلي يعني تكون إدماج بقطع الغيار الذي يمكن إدماجه وتكتلات التي أنشئت هي تعمل حاليا من أجل تبيان وتحديد القطاع الغيار التي يمكن إدماجها في مراحل معينة هي تكون إدماج يعني فعلية مجسمة نعم كيف يمكن هل كيف نجعل تركيز الآن على القيمة المضافة أهم من نسبة الإدماج؟ القيمة المضافة هي تكون حزب المساهمة يعني في القطاع التي ينتجها المناولين الجزائريين وقيمة المضافة هي لازم تكون عندنا يدعاملها لازم تكون إدماج قيمة مضافة يعني محلية وهذا يعني نسعي إليه أن يكون الأكثر في الأكثر بالنسبة للقطاع الغيار سيتم خلق مناطق للنشاط خاصة بقطاع الغيار؟ أولا كان مرحلتين هي كان مرحلة وإن المتعامل الأجنبي والمتعامل الجزائري اللي هو يشرع في إنشاء مصنع لإنتاج جهاز أو عتاد ميكانيكي أن يكون عند منويلين خاصين به يعني اللي هو يعمل معهم منذ سنوات وخاصة للأجانب وكان المناولة الغير منزمة بمنتج معين وهذا يكونوا يعني في المناطق ورهم حاليا ولكن في المركبات الكبيرة وخاصة في الصناعة الميكانيكية وسناعة السيارات نود أن يكون المناولين يكونوا على نفس المنطقة ولهذا يتم إن شاء الله كما هو حاليا منطقة وهران معروفة يعني بالصناعة السيارات منطقة قسنطينة بصناعة ميكانيكية يعني تخصيص المناطق هي شيء يعني يزيد في تحفيز وتوزيع يكون أيضا توزيع جهوي للصناعة هذه الإجراءات ترجمة نانسي قنقر